السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم أنا عبدالجبار العبو وقدم لكم هذا التحليل عبر موقع رامل نيوز ونتكلم اليوم عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وضمن هذه الحرب نناقش معركة باخموت أنباء عن سيطرة القوات الروسية وتحديدا الشركة الأمنية الخاصة شركة فاغنر تتمكن من السيطرة على هذه المدينة بعد قتال دام أكثر من ثمانية أشهر أين تقع هذه المدينة وما هي أهميتها وكيف تمكنت القوات الروسية وتحديدا قوات فاغنر من التقدم نحو هذه المدينة وما هي الأهداف المستقبلية ما بعد مدينة باخموت كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق إذن مدينة باخموت تقع ضمن المناطق الشمالية من مقاطعة دونسك والتي أسمتها روسيا بجمهورية دونسك وهي تشكل مع جمهورية لوهانسك كامل إقليم الدونباس والذي تريد روسيا أن تضمه إلى روسيا الاتحادية مدينة باخموت تقع في المنطقة الوسطى الشمالية من مقاطعة دونسك بعد أن تمكنت القوات الروسية بعد منتصف نهاية العام الماضي من السيطرة على كامل مقاطعة لوهانسك أو لوغانسك تتقدم غربا نحو مركز مدينة باخموت وكلفت بهذه المهمة الشركة الأمنية الخاصة والتي تسمى شركة فاغنر تمكنت هذه أو مقاتلي فاغنر من التقدم نحو المناطق الشرقية من باخموت حتى وصل الطريق الـ M03 وهو الذي يربط أقليم الدونباس شمالا مع مدينة الكراموت تورسك بعد ذلك تتقدم قوات فاغنر حتى تصل إلى الأطراف الجنوبية وتقطع الطريق الجنوبي ما بين مدينة باخموت ونحو مدينة دونسك بعد ذلك تتقدم قوات فاغنر خلال الأسابيع الماضية نحو المناطق الشمالية بعد أن سيطرت على مدينة سوليدار خلال شهر آذار مارس الماضي وقبل أسبوعين تتقدم من المناطق الشمالية نحو مدينة باخموت وفعلا تسيطر على المناطق الشمالية والمنطقة الصناعية وكذلك مركز المدينة والمبنى الحكومي حتى وصلت إلى محطة قطار مدينة باخموت المحطة الرئيسية بعد ذلك القوات الأوكرانية بدأت تنسحب نحو المنطقة الأخيرة من غرب مدينة باخموت والتي تسمى منطقة العش وهي عبارة عن بنايات شاهقة جدا تمركزت فيها القوات الأوكرانية وبدأت القوات الروسية بقصفا عنيفا لهذه العمارات بكافة أنواع الأسلحة وخصوصا القنابل الحارقة حتى تمكنت من الدخول إلى وسط هذه المنطقة وانسحاب القوات الأوكرانية إلى الجنوب من الشارع الأخير في مدينة باخموت وهو الشارع يوفولينا بعد ذلك تتقدم القوات الروسية يوم أمس الأول وتسيطر على كامل المناطق الجنوبية وتحديدا منطقة الدومينو وهي أيضا عبارة عن عمارات شاهقة تقع إلى الجنوب من الشارع الأخير في أقصى غرب مدينة باخموت خلال الساعة الماضية أنباء تقول أن شركة باقنر الشركة الأمنية تسيطر على كامل مدينة باخموت وتحديدا المنطقة الأخيرة من جنوب غرب مدينة باخموت وهي منطقة ميدان الميك 17 والتي لم تتجاوز أو لا تتجاوز أكثر من 600 متر قوات باقنر تتمكن من السيطرة على هذا المثلث الأخير من مدينة باخموت والقوات الأوكرانية بدأت تنسحب من مدينة باخموت وبذلك تنتهي أكبر معركة في الحرب الروسية الأوكرانية والتي طالت أكثر من 8 أشهر وبذلك تتمكن القوات الروسية من السيطرة على كامل مركز مدينة باخموت وهذا فيديو يبين قاية قوات باقنر وهو يعلن السيطرة على مدينة باخموت في هذا اليوم العشرين من الشهر الخامس عام 2023 مرزاة مائة 23 عام 20-05-2023 سيطرة على مدينة باخموت وبذلك تصبح مدينة باخموت تحت السيطرة الروسية والسؤال هو الآن ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية هل ستواصل تقدمها غربا من أجل السيطرة على كامل مقاطعة دونيسك أم سيكون هناك وقفة عبوية وعادة تنظيم للقوات الروسية أنا أتوقع سوف يكون هناك وقفة قصيرة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام بعد ذلك من الممكن أن تستأنف القوات الروسية تقدمها نحو الغرب ما لم تقوم القوات الأوكرانية بهجومها المقابل المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة إذن من الممكن أن تكون مناطق شرق باخموت هي الهدف المقبل للقوات الأوكرانية إذن هذه آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا معركة باخموت والسيطرة عليها من قبل قوات فاغنر في مقاطعة دونيسك ضمن الحرب الروسية الأوكرانية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته